هذه الاستضافة ممكن ظهرت قبل عام ومن هذا المنبر وكان الحديث والأمال وطموح لمرحلة جديدة والآن أنت في مرحلة جديدة الحمد لله ربع الماء الصحيح لنا النعام كان التخريباً آخر مقابلة هنا والحمد لله بعديها ثلاثة أربعة شهور كتم توقيع عقدي معنا درمسة تحدثت وقتها في تلك المقابلة وممكن كان فيه هناك ردود أفعال كثيرة على تلك المقابلة وكان هناك تصريح تحدثت بأن من يبحث عن المنافسة اللي بد ينافس يحكي معي اللي بده ينافس يحكي معي اللي بده ثبات لا يحكي معي أنا النادي اللي بده ينافس عبو طولات يحكي معي صحيح وأنا بعد ما زلت مصرع كلمتي هاي أنا من الناس اللي لما أحكي لك اللي بده ينافس يحكي معي ما بحب الإنهزاميين وأنا كلمة هاي أنا بعكسها على أي لاعب أنا بروح أدربه يعني بعرف شخصيته أنا بحب التحدي انا بحب انافس في الموجود نعم ومن طبيعتي يعني بحاول اعمل من اللاشيء شيء ومن الشيء اشياء نعم من هيك طبيعتي نعم ممكن اتوفق ممكن لا لكن هاي الشخصية وهذا الحكي انا بحب لاعبي يشوفه فيه برضا ملعب كمان وبالتمرينات والمباريات نعم فهذا ايجابي للنادي اللي انا بروح عليه ايجابي للادارة بتعامل معي انه انا لا تحبطوني لا تحبطوا طموحي يعني تحبطوني نهائيا فبحب كلمة منافسة نعم كابتن بعدها وقعت مع نادي الرمثة نتحدث عن البدايات هنا لحظة التوقيع مع نادي الرمثة ما هي الاهداف التي كانت مع ادارة النادي قبل بداية هذه المهمة شوفهم في البداية هم اسموا تصريحي هذا على كل حال قبل ما يرم بيحكم معي هم داخليا ويعني حكوها انه احنا كفريقنا طريع منه لاعبين كثير على رأسهم كابتن حمزة ابو الجزر يعني حسان خمسة لاعبين يعني اسماء طلعوا وانه احنا على الوضع الحالي وحتى جبن هيا الرمثة انه الفريق بده يعاني بده ما بدنا نهبط بدنا نجيب يع مركز دافي طبعا ازيدك بالشعر بيت انحكى معي كثير وقتها حتى من جمهور الرمثة انه يا كابتن انت بتعرف جمهور الرمثة ابن الرمثة اصدقاء واصحاب بنعرف بعض مني فانا صحون لا تيجي لا كده فانا لا حكيت لهم انا اللاعبين بعرفهم الموجودين وانا حاب ادربهم بيخدموا افكاري عندهم لاعبين بيخدموا افكاري فالحمد لله تمت الامور يعني اول بدايتها شوي صار في صعوبات بعدين الاستاذ خالد سمارة منجه للتحية ابو الابو المؤيد يعني اصر انه اه يوقع معي ادخل كمان صاحبنا وصديقنا ابو قتيبة عمر سمارة اخوي العلاقة فيه طيبة تأمن انهينا القصة بشكل كويس ووقعنا العمل كان مع شباب الاردن انتقلت لنادي الرمثة العمل مع نادي الرمثة بكل تأكيد اصعب جماهير كبيرة تبحث عن المنافسة لا تتقبل فكرة الخسارة وانت بدأت هذه المهمة باصعب الظروف يعني تتحدث انت اليوم ما فيه لاعبين اللاعبين كلها شباب اللاعبين مميزين انتقلوا لاندي اخرى ما فيه ايضا تعاقدات يعني هم تقدر لهم تطلب تحكي بدي اللاعب الفناني اللاعب الفناني مع كل ذلك تحدث بان هذا الفريق قادر على المنافسة وتصنع منه فريق منافسة يشوف بداية يعني هو جمهور رمثة اكيد ما بيقبل غير نكون منافسة لكن لما استلمت يعني كان شوي الجمهور محبط لما استلمت الجمهور كان محبط زاد امل بصراحة يعني انا بسمع وبيحكولي وبيجوا على التمرين لما استلمت انا يعني صار عندهم شوية امل ان الفريق ما يهبط يعني هنقولك جماهير لكن فضل الله اشتغلنا على الفريق كويس قدمنا فريق ممتاز بدرع الاتحاد اداء ممتاز اللاعبين كلهم على مستوى هون انا زد طموح الجماهير مركز تاني في بطولة الدرع اعتقد زد طموح الجماهير يعني صار الجمهور بدوا اكثر من الفريق صار الجمهور يطالب منافسة فعلية عبطوط الدوري حتى انا كتبت بوست بعد فوزنا على الحسين ببارات الدرع قلت لهم خلينا على الارض يعني انه لسه الدوري اصعب مش اصعب على اللاعبين في متغيرات بالدرع يعني بالنسبة للدرع كان رسمي 11 مباراة لانه لكن لاعبيني كان يلعبوا باريحية لاعبين الشباب ينضغطوا من الجمهور وخاصة اللي بلعبوا اول مرة صحيح فبطوط الدرع الاتحاد كانت شوية يعني هنقول اخف بضغط ليش انه انا كنت مصرح والادارة مصرحة انه ما بدنا بطولة احنا بندور على فريق نبني فريق فاللاعب كان يشتغل باريحية فهونا نقطة الاختلاف بين الدرع الاتحاد والدوري طب ماذا اختلف في الدوري هل النادي وهل الجهاز الفني مطالب من قبل الجماهير بالمنافسة على اللقب الان؟ انا مطالب حاليا يعني اول اشي والجمهور بيعرف وعلى يعني نقول عطفا على ما ادى بطولة درع الاتحاد صار عند الجمهور امل وصار عندهم يعني حافز انهم طالبوا اللاعبين بهذا الحكي انه انتوا اديت بطولة درع الاتحاد احرشت احسن الفرق قدمت اداء مميز فليش ما تنافس على بطولة الدوري فالجمهور صار عندهم امل كبير ان النارس على بطولة الدوري وما زلنا انا بقول لك يعني بعض التعثرات بطولة الدوري مرحلة الذهب واللي هي مش بادينا يعني انت بتحكي لعبنا خمس مباريات تقريبا بغياب خمس لاعبين اصابات يعني صحيح انت لما تحكي خمس لاعبين مين النادي اللي مجهز احسن لاعبين لما يصير عنده خمس اصابات رح ينهز ومع ذلك رغم هاي هاي هقول ظروفنا اللي مش كويسي صارت معنا باخر اربع خمس مباريات الا انه حصلنا 16 نقطة مقارنة في الموسم الماضي مع وجود اللاعبين والاسباء افضل بكثير مع بقاء مباراة مؤجلة فانا بحكي انه الحمد لله مع انه ما هو طموحنا وفيش عليك مخبة انا طموحي كان في الذهاب 27 نقطة الى 24 لحد الادنى اذا الفريق بده ينزل لكن قلت لك ظروف في الاصابات هي اللي شوية اثرت انه على الفريق صرت لاعب لاعبين اول مرة بلعبوا صرت تدور اتأقلم لاعب تلاعبوا بمركز غير مركزه الا انحل شوية مشاكل نعم وهذا الحكي اللي اثر شوية على انه ما نكون منافس حقيقي وابعادت بالنقاط عن متصدر الفريق الحسين كابتن انا بحييث على هذه الروح روح المنافسة لكن ما بتلاحظ ممكن تعمل ضغط اكبر عليك كجهاز فني وعلى اللاعبين انه اليوم انتم مطالبين بالمنافسة وانتم تتحدث بالمنطق وبالورقة والقلم وعطفا على العمل والاعداد قبل بداية الموسم تلاحظ فيه فرض في العمل ما بين نادي واخر يعني واضح عمل النادي اللي بينافس على البطولات كيف بيكون فترة اعداد الفريق والتعاقدات مقارنة مع الرمثة اللي كانت الظروف اصعب هون يعني ما بتشوف فيه المقومات لانه ينافس لكن بتشوف هذا الشيء بيأثر سلبا من خلال تشكيل الضغط اكبر عليكم ولا بتشوف هذا الشيء ممكن يكون ايجابي بانه اليوم يزيد الثقة عند اللاعبين بانه احنا قادرين شوف احنا اول ما وقعت بناد الرمثة اعتمدت او كان يعني خلينا نحكي مع اول على جماهيرنا انها تكون متفهمة اكثر انه اللاعبين هذول بدهم دعم لا يصلوا لوقت المنافسة ها اول شغلة اثنين انا من الناس اللي بحب العب تحت الضغط اللي بحب ادرب تحت الضغط ما بعرف يمكن في ناس بخالفني بس متعة الضغط في التدريب متعة بالنسبة لي نعم وخاصة اللي بدرب الرمثة بعرف اللي درب الرمثة بعرف الضغط حجم الضغط اللي هناك يعني من الجماهير انه بس يشوف متنفس لانه هو الرمثة نادي الرمثة واجهة الرمثة حاليا صحيح يعني كل فالمشكل اللي صارت انه شوية كمان اللاعبين لازم ندعمه وبقى كامل مباراة يعني احنا جمهون بسرعة بيعصب بسرعة بدي يفوز بسرعة اللاعب لازم يعطي كل عنده ما بقدروا انه مثلا في لاعبين عمرهم تساطعش في ثمنطعش في سبعطعش في ستعش بيشاركوا معنا هذا اللاعب لما تضغطه لما تحكي عليه لما تكتب عنه يضيع فرصة مش مأدي الى اخره راح ينزل هاي يعني السلبية الوحيدة اللي انا شفتها وابتعج جمهورنا عن المدرجات يعني بعد باتر الحسين طبعا كانت بات الفيصل يحضر بشكل رهيب ومساند باتر الحسين يحضر بشكل رهيب ومساند بعدين شوية ابتعدنا جمهورنا شوية عننا يعني حضور مباريات هاي نعم يعني اتمنى يرجع ويدعم الفريق بحاجتهم الفريق بحاجتهم لانه مضاب ولادهم بحاجتهم عشان يطلعوا أكثر وأكثر ويكون منافسين بشكل حقيقي وأكثر مواسم الجاي بالمناسبة كابتن يعني اذا متحدثوا الواقع انت في بعض اللاعبين معنادي الرمثة طلاب مدارس صف عاشر وتاشر هو الثنوي يعني بيجيبوا اللاعب من المدرسة بروح بلعب المباراة ومركز رابع الرمثة مش منقول انه انجاز وعمل لكن نسبة وتناسب تحكي مركز رابع في ثلاث فرق في الطابق الأول من قبل بداية الدور تحدثنا فيصل لوحدات حسين في طابق وباقي الأندي في طابق إذا جيت على باقي الأندي اللي بتنافس انت اليوم مركز رابع الأول عليهم لأنه قاعد تحكي انت هون العمل تقريبا متشابه ما بين كل هاي الأندي لما تروح لفيصل لوحدات حسين العمل مختلف والتعاقدات مختلفة والدفع المالي مختلف بشكل كبير وكبتن ممكن انت تضيف على انه فيه باللاعبين بتحكي مع مدارسهم يعطموا أنا في في مدر مدارس بيحكوا معي اللاعب تغيى باللاعب أجى اللاعب ما أجى يعني انت بتعرف انه من المؤمن اللاعب لازم يجي يحضر مثلا ممكن نفصل اللاعب المدرسة إذا ما حضر مثلا يما يكون عندنا أوقات تمرين يعني صباحية مثلا فطبعا يعني انت بتحكي على اللاعبين في عندي أربع خمس مدارس عندي لاعبين لسه جامعات جديد عندي لاعبين ملتزمين فهذا ولا برضو لما تطلع عليهم بتحكي انه كويس اللي احنا بنحصله مثلا ما يقول لك هم اللاعبين بيعرفوا أنا شو بسمعوني احنا كان نحصل أكثر كان نحصل قلت لك ظروفنا اللي صارت آخر أربع خمس مباريات الصابات الصابات الغريبة كمان يعني انت بتحكي محمد واء الكسر عبد عبد الرحمن عبد الرحمن حرق نكب علي اشي يعني حرق يعني يعني مش اصابات ملعب الصابات مش مش بوقتها تيجي قبل المباراة بيوم قبل المباراة يعني مباشرة زي بتقي يعني بس سيبك شك ايه زي فلان انصاب تيجي على التمرين فلان انصاب بالتمرين يعني نحصل اللاعبين بنصابوا كمان اللاعبين الخبرة محسوبين وهم اول مرة بلعبوا طبعا اساسية اغلبهم هم اللي بنصابوا هس البدل مين يعني ناس يمكن عمرها مباراتين او ثلاث بالرياضة الوردينية محترفين مباراة او مباراتين عمرها عزب عقوله عمره مباراة مباراتين مباراة ونص يمكن فانت بتضطر انك انك تأقلم تحط فلان تجيب فلان لكن اي لاعب بنزل هو ما بيعرفه كمان لاعبين بينزل ثقة فيه كاملة شو ما كان عمره شو ما كان عمره التدريب شو ما كان لاعب مش لاعب قبل هيك بعطيه ثقة كاملة وينزل ويأدي وان شاء الله كمتلك خاكون اليوم في هذا الجام عفويين وبكل عفوية حدثني اليوم انت لاعب تحكي عمره مباراة مباراتين وفي المدرسة وبدك تلاعبه اليوم في دور المحترفين واهل الرمثة وهذول اللاعبين هم من متابعين كرة القدم يعني هو قبل شهرين يمكن أو ثلاث تشهر كان يفتع التلفزيون وتابع المباريات وشوف هذين الفيصل والوحدات ويقول متى بدي أصير ألعب فجأة لقى حاله اليوم بدي ألعب معهم كيف تتعامل معهم شو بتحكي لهم في غرف الغيار كيف تحكي لهم أنا بدي اليوم أفوت أحقق الفوز عليه كيف تزرع الثقة عندهم بهاي الطريقة يفوت يؤدي بهذا شو في أول إشي بالنسبة لي يعني مدرب لازم يكون بعرف يتعامل نفسيا مع أي لعب بأي عمر في لعب النجم كبير له معاملة غير للصغير هاي أول شغلة من ناحية التعامل من ناحية كل يمكن هس هس تستغرب للصغير بشد عليه كثير لأنه مرات ببكي لكن هذا الحكي ما بيجي بسرعة أنا بكسب محبته ويعثقته في بعدين بشد عليه لأنه هو بكون عارف أنه أنا بدي إله الصح وبيدي إله يتوفق وبيدي إله يصير التوب ون يعني الدوري وكلف النادي مشان هيك الحمد لله اللاعبين بتقبلوا مني أي شي بتقبلوا مني شو ما كان ردات فعلي تمامنا عز الدين العواقلة هداف كابتن تتوقع له مستقبل كبير في كرة يعني المكتوب نبي من العنوان يعني تتحكي عز إمباراتين ونحكي ربع ساعة كمان إمباراتين حيكون مستقبل كبير كبير في كرة كابتن في حديث ودائما في أي عمل بتتعرض للانتقادات في بعض الانتقادات العدد كبير بيحكي أنه أنت جيت في روحت بعض اللاعبين خصوصا أنه اليوم كلهم من نفس المدينة واللاعبين نفس الأهالي ويمكن قرائب ونسايب فبيجيك واحد ليش روحت ابني وخليت فلان صحيح تحدث هنا خصوصا أنه اللاعبين شاب صغار مغمورين حتى مش محرفين للإعلام الآن اللي بعارض وسيم البزور بنادي الرمثة أو هنقول نهجه أو حتى النتائج في ناس بقولك مش عاجب من النتائج مفروض عصا من هيك هذول مجموعة إلهم أهداف بالنادي أنا رجل لما أجيت على النادي أنا رجل عارفيني دوري يعني مستقيم بحب عملي وبكون فير عادل بع كل اللاعبين لما أجيت على النادي في كانوا لاعبين هل نحكي هيك موقعين عقود بدني موقع عقود أو بدني موقع عقود هيك أنه أنا مجبر النادي وقع عني عقد لأنني أنا ابن اللاعب الفلاني أنا مجبر النادي لازم يوقع عقد لأنه أبوه دعم النادي وهذا الحكي أنا رفضته تماما يعني حتى الإدارة ما طرحت فإن الإدارة بحكي لك إياه هون لما جيت على النادي حكولي صلاحيات كاملة ولا بنتدخل حتى حكت لهم إياه كلمة قلت لهم هذا الأمر طبيعي الصلاحيات الكاملة اللي بدي إياه اللي ما بدي إياه فهم يحكوا أنت دبر حالك فأي أي قرار كان بعدم توقيع أي لاعب باستبعاد لاعب مني شخصيا لأنه أنا أصلاً ما عندي لاعب اللاعب بفيدني ما هو بدي إياه مين مكان اللاعب اللي بدي إياه يعني اللي بفيدني ولو عشرة في المية أنا بخليه لأنه أنت عارف أنا كشفي ناقص أحيان بنزع المبارية ما بهتم من أبوه من من عمامه من إخواله أنا فيه ناس بيعتقدوني إذا بدي اللاعب قرابتهم بيسولك صفحات ومهجوم أنا بقول لك يعني بقول لك لوين موصلني بالرمث لأن الحساسية يعني كرمث قراب من بعض العائلات كذا شوي في حساسية مثل ما بتخلق محبة بتخلق أيضاً الحساسية وممكن يسيره هنا أيضاً يعني مزبوط أنا بقول لك أنه يعني تعالي في القرائب بالنهاية كيف علاقات فأنت تقول يعني ليش فلان يعني مدرب صاروا يدخلوا فيه الإدارة أنا حكيت لما فت النادي وتقول لهم يا جوعة الخير للجماهير خاصة المعارضة لإدارة كانت تقول لهم أنا بعدوني عن الإدارة ومشاكل الإدارة ابلشوا فيهم لحالكم ادعموا فريقي إذا أنتوا بتحبوا نادر رمث كنادي الرمث كلاعبين ادعموا الفريق المدرب وروحوا أنتوا الإدارة يع بعدوا عننا بدك تحكي على الإدارة بدهم الإدارة يحكوا عليك إحنا ما لدينا علاقة إحنا نادر رمث وبنبرب بعدي وهذا الحكي ربنا الله اللي الجمهور جاوب معه والجمهور دعم الفريق فيه لغاية الدورة الجمهور شوي صار بده دوري وصار يزعل عن نتائج وأنا بقولهم النتائج كويسة وأنا بقولهم الفريق ممتاز وأنا بطمنهم أنه الفريق لسه لما يكتمل راح يكون بصورة غير إن شاء الله لما يرجع الإصابات يعني خمسين يوم فيه معنى الحد الأدنى هذول مشتغل فيهم كويس يعني هم من هاي الناحية يتطمنوا من ناحية اللاعبين خلينا نحكي كله بالي أنا كله بالي يمكن للناس اللي لما حكيت للإدارة أنا ما بدي كله بالي كله بالي لاعب نسعقوا يعني وكان ركيز أساسي مع الرمث أي نعم أوكي بس انتو بتحكي عن اللاعب أول إشي لما شفته على الطبيعة بالتمرين لسه حسيته جاي مش بشكل جدي يعني ما بحكي عليه كمستوى يعفني متعالي يعني مش مش منه متعالي إنه جاي يعني تأخر تائجة أول إشي عندنا على التمرين التحق التمرين ضع من مركز المكان كنت أنا مشتغل على لاعبين يعني جداد زي خلنحكي عبد الرحمن درايسة الآن من أحسن لاعبين مدافعين عندنا وفي البلد يعني مستقبل بها فأنا قلت لا ليش أنا أحرم مدام موجود كله بالي ولاعب محترف بدي أضطر ألعبه مستوى كويس كله بالي ما أحدا بنك بالنسبة إلى دولة أوردنية يعني مشي لا أنا بدي أخلي بروح كله بالي راتبه عالي جدا راتبه كان ثلاثة راتب اللاعبين الراتب تبعه كله بالي أنا بوزعه بزيد راتب اللاعبين اللي عندي بوقع عقود اللاعبين ajes موقعين العقود راتب كله بالي وهيك أنا بكسب لاعبين دي ثلاثة أربع لاعبين فراتب كله بالي وهذا اللي صار والحمد لله بس بعد كله قالي أجا هادي هون هادي صالب دك صيح ضربي إلي هادي الحوراني لأنه ما كنت تعرف أنه عقده بنتهي بـ 15-8 أو 28 فيه بنت كان حاطه هادي بالإدارة قبل الإدارة الموجودة أنه يتيح ليفسح عقده فهو الولد عارف حكيت حتى قاعدت معه حاولت أقرب وجهات النظرة حاولت أعطيته عقد مني حتى قلت له أنا أمون على الإدارة ومشيك بس مشينا الموسم حكي لا صح اللي عقده حاب أحترف وعقدنا هادي كويس فاحترمته وهذي يعني من الناس اللعبين اللي كويسين اللي بشكل إضافي لكن راح هادي أكله بالي إحنا دفاعنا ثاني أفضل دفاع بالدوري إحنا حاليا دفاعنا ثاني أقوى دفاع بالدوري فهذا الحكي برضو بثبت وجهة نظر نصح كانت نعم يعني أنت في عملك هون في جانب فني بعض المدربين وبيحكي للإدارة أنا ما إليش دخل أنا بدي هذا اللعب دبر حالك عقده عشرين عقده خمسين ألف راطبه خمسة ألاف دبر أمورك أنا اليوم مطلب مني واحد اثنين ثلاثة صحيح يعني اليوم أنت أخذت أيضا على عطقك مساعدة الإدارة في هذا الجانب وأنك قادر على أنك تحل بعض المشاكل في الناحية الدفاعية حتى لو خرجت كل بالي وكان في هونالك استفادة مادية حتى توزع على الجميع الصحيح وجاء بالبصاري النادي برضو أنا قلت لهم إذا بيجي عقد خلينا نستفيد برضو منه والحمد لله يجاء عقد والنادي استفاد منه يلا حد ما بس برضو أنا بني نادي الرمثة وأنا بهمني مصلحة نادي الرمثة لقدام أنا بني الرمثة المدينة وابني النادي فبهمني المصلحة لقدام وأنا بهمني ولاد النادي إنهم يطلعوا الرمثة فيها مواهب كبيرة وفيها لاعبين لو ينشغ عليهم صح ومش بس كروية مش بس فنيا صح ثقافيا ثقافي الكروية برضو ينشغ عليهم بشكل أفضل الولاد بيطلع منهم كثير وما بنحتاج أصلا لاعبين بره الرمثة يعني إحنا حتى الهادي السالم أنت شايف يعني قاعد مستوى بنزل شوي شوي أو هني نحكي ما هو راكب معنى يعني هنقوب توليفتنا أنا حكيت إذا رأي إذا في مجال بتقدروا أنه تنهو عقده يعني حني حكي حبيا وكذا ما عنه مشكل ما عنه لاعب ما بحكي عنه منيح بس في عندي أنا لما تقول لي منيح في عندي أقل منه بدرجة أو مثل مستوى لا اللي أقل منه بدرجة ابن النادي بالنسبة لي أفضل بشتغل عليه شوي حتى لو أقل بدرجة بس أنا بلعه طبعا لأنه هذا بطلع وعند صغيره بطلع المحسوب عليه محترف ويعني ما بيشارك أغلب إمبارات أساسي آخر فترة بنزل بديل برضو في عندي أناس ممكن بنزلوا بمحل ويأدوا نعم بنحد الأدنى زي ما تعرضت لي ضغوطات من قبل الإدارة يعني بعض الأوقات من الانتقادات الجمهور بيقول لك دائما خصوصا مع نادر رمثة وعلى جميع الإدارات بيقول لك الإدارة بتدخل الإدارة حكت مع المدرب والله اللعب كلانما ألعب الإدارة شكلهم حكول وكذا يعني هذا الحك بنسبع دائما مع كل المدربين مع كل إدارات الرمثة مش أنا على هذه الإدارة حصرا شوف أنا كإدارة يعني يمكن أكثر ناس بشوفهم أو بتعامل معهم أبو المؤيد السيد خالد السمارة أبو قاس من نادر يعني أكثر ناس بشوفهم بتعامل معهم بقيت الإدارة بنشوفهم أحيانا لكن هذول التين بكتر أكثر أكثر ناس بتعامل معهم إحنا لو يعني لو لو هذا الحكي موجود أنا ما بظل أصلا لو أني أحس أحس إحساس أنه حدا بده يعمل أي إشي يأثر على الفريق أو يحكي لي كلمة أثر على الفريق لأنه أنا هذا الحكي بعرفه شخصيتي أنه أنه هذا خط أحمر بالنسبي لي أنت لك بشغلك وأنا اللي بشغلي وهم الأمانة راضين يا كل الرضا عن نتائج أنهم هم مقدرين الوضع اللي أنا بشتغل فيه هم بشوف الوضع اللي أنا بشتغل فيه يعني أحيانا أنا بحس حالي لحالي في الملعب حتى الجمهور قلت لك الجمهور أنا كنت بدي يكون أكثر معي في المدرجات بالخسارة وبالفوز إحنا حكيتك تطور بناء وحكيتها النادي ومنافسة إن شاء الله إحنا المنافسة اتراجعنا عنها شوي ظروف الفريق الإصابات اللي ما لها علاقة حسن برضو ندخل موضوع بموضوع الإصابات اللي صارت معنا مش إصابات ملعب مش إصابات تدريب ويتمزقات عضلية لما تحتير باط يعني هقول صليب هاي لذيابات المنتخب الوطني يعني كاحل إبراهيم الخب آخر فترة قبلها إبراهيم الخب شال بلاتين كائن قبل ما جاء مركب بلاتين شال وشهرين غاب كمان يعني الإصابات يعني لاحب يعني زي ما حكيت لك لاعب نحرق بالبيت لاعب وقع في الملعب نكسر هاي إصابات أنا بعتبرها خلص هيك نصيب يعني مش سوء تدريب ولا إشي في ناس بقولك ممكن تدريب لا لا يعني لو سوء تدريب أنا براجع حالي أول واحد